بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر الأمن السبراني للصف الثالث ثانوي في هذا المقرر دخلنا في الوحدة الثانية بعنوان الحماية والاستجابة في الأمن السبراني تعرفنا وأتممنا الدرس الأول أمن العتاد والبرمجيات ونظام التشغيل كذلك تعرفنا في الدروس السابقة على أمن الشبكات والويب نراجع معا ما تعلمناه في الدروس السابقة لدرس أمن الشبكات والويب قمنا بتطبيق تحليل فحص ويرشارك باستخدام برنامج ويرشارك كذلك قمنا بكشف نشاط مريب على الشبكة باستخدام برنامج ويرشارك كذلك قمنا بتحليل تدفق البيانات عن طريق استخدام خيار معلومات الخبير تحليل فحص ويرشارك يمكن استخدام هذا البرنامج لتحليل تدفق بيانات الشبكة من عمليات فحص تم إجراؤها سابقا كما تعلمنا في الدرس السابق عندما قمنا بحفظ ملف تم فحصه مسبقا وقمنا بتحليل هذا الفحص واستخراج معلومات الحزم التي تم اكتشافها نأخذ كمثال نتذكر به كيف قمنا بتحليل فحص ويرشارك في الحزمة الثانية نشاهد هنا أن عنوان بروتوكول الانترنت للمصدر أو الذي قام بإرسال هذه الحزمة 199-00-154 أيضا نشاهد هنا في تفاصيل هذه الحزمة أن بروتوكول الانترنت للوجهة هو 199-00-46 كذلك البروتوكول المستخدم في إرسال هذه الحزمة هو بروتوكول TCP أيضا من المعلومات الإضافية عرفنا أن المنفذ المستخدم في جهاز المصدر هو المنفذ 3389 أيضا المنفذ المتلقي في منفذ الوجهة الذي استقبل هذه الحزمة هو منفذ 51549 أيضا أخذنا كمثال آخر في الدرس السابق حزمة أخرى وعرفنا أن عنوان بروتوكول الانترنت للمصدر 172-217-23-99 يدل على استخدامنا لمحرك بحث جوجل أيضا تعلمنا على بروتوكول الانترنت للوجهة وعرفنا كيف نقوم بتحديده في لوحة قائمة البيانات وهو 199-00-154 وأن البروتوكول المستخدم TCP والمنفذ الذي تم استخدامه لإصدار هذه الحزمة هو منفذ 80 وعندما نشاهد دائما المنفذ 80 أي أننا قمنا باستخدام بروتوكول HTTP بروتوكول نقل النص التشاعبي أي أن ما تم فهمه من قراءة هذه الحزمة أن المستخدم يزور صفحة ويب بعنوان بروتوكول انترنت 172-217-23-99 من صفحة محرك بحث جوجل أي أنه قام بتلقي حزمة بيانات من محرك بحث جوجل أيضا تعرفنا في الدرس السابق كيف نقوم بكشف نشاط مريبة على الشبكة باستخدام ويرشارك يستخدم بهذا البرنامج للكشف عن الأنشطة المريبة على الشبكة ونقوم بالتحقق من رسائل وحزم بروتوكول اقتران العناوين ARP حيث يتم استخدام هذا البروتوكول لاكتشاف الأجهزة التي تحاول إجراء عمليات مريبة ما هو هذا البروتوكول؟ تعلمنا سابقا أن هذا البروتوكول هو بروتوكول اتصال يستخدم للربط بين عنوين طبقة الشبكة عنوين IP للإصدار الرابع لجهاز ما وعنوان طبقة ربط البيانات المقابلة عنوان الماك Address على شبكة محلية يعد هذا البروتوكول ضروري لتمكين الأجهزة من الاتصال ببعضها البعض في الشبكة المحلية عن طريق تعيين عنوين بروتوكول الانترنت IP لعناوين التحكم بالنفاذ للوسط ماك عرفنا الخطوات وهي الضغط على اختيار على Edit تحرير ومن ثم الضغط على Preferences وهي التفضيلات ونقوم باختيار بروتوكول كما تعلمنا في الدرس السابق نقوم بتحديد بروتوكول الاقتران الشبكة ARB والاقتران العكسي كذلك RARB نقوم هنا بتحديد واختيار Detect ARP Request Storms أي نقوم بفتح جميع طلبات هذا الاقتران أو هذا البروتوكول نقوم بالضغط على OK ثم نقوم هنا بالبحث عن الأنشطة المريبة نشاهد هنا ظهور هذا البروتوكول ARP أي أن هذه الحزمة أو هنا التفاصيل في الحزمة رقم 30 تدل على اكتشاف نشاط مريب في هذه الحزمة اكتشفنا أن هناك جهاز يرسل بيانات دون عرض الوجهة كما نشاهد هنا في Destination لا يوجد عنوان IP ولكن توجد كلمة Broadcast أي أنه يتنصت على الأجهزة الأخرى على هذه الشبكة يقوم كذلك في المعلومات الإضافية نشاهد أنه يقوم بالتحقق ومحاولة اكتشاف إذا كان عنوان بروتوكول الإنترنت 199-00-203 قيد الاستخدام في حال لم يكن قيد الاستخدام سيستخدمه في محاولة الدخول لهذه الشبكة ويتم كذلك استرجاع الاستجابة إلى عنوان بروتوكول الإنترنت IP 199-00-32 أيضا تعلمنا في الدرس السابق كيف نقوم بتحليل تدفق البيانات عن طريق خيار معلومات الخبير حيث يقدم ويرشارك هذه الخدمة ويقدم هذا الخيار معلومات الخبير لماذا؟ لأن هذا الخيار يقوم بتحديد مشكلات الشبكة وأي سلوك أو نشاط مشبوه بما يساعد غير المتخصصين في تحديد هذه الأنشطة نقوم هنا بتذكير بطريقة تطبيق تحليل تدفق البيانات بخيار معلومات الخبير وذلك بالضغط على قائمة Analyze تحليل واختيار Expert Information معلومات الخبير ستظهر لنا هذه الشاشة كما شاهدنا سابقا حيث تحتوي على مجموعة من التحذيرات تقوم في هذه التحذيرات هناك تفاصيل عن تحديد المشكلات وأي نشاط مشبوه أو مريب في هذه الشبكة في درس اليوم بإذن الله سنتعلم على الاتصال بخدمة الشبكة الافتراضية الخاصة من نظام تشغيل ويندوز الخاص بك كذلك كيف نقوم بتفعيل خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة يحتوي نظام تشغيل ويندوز على آدات متضمنة للاتصال بالشبكة الافتراضية الخاصة VPN يمكنك استخدامها لحماية جهازك لماذا نستخدم هذه الشبكة الافتراضية؟ لأنها تتيح للمستخدمين الوصول الآمن إلى الأجهزة والخوادم عن بعد ولقد لجأت الشركات والمؤسسات إلى توفير الوصول الآمن لموظفيها بسبب الحاجة المتزايدة للعمل عن بعد أو بعيدا عن مقرات المؤسسات إذا كان الموظف أو المستخدم سيقوم باستخدام هذه الأجهزة عن بعد لابد من الاتصال بهذه الشبكة الافتراضية حتى يتم أو يكون الوصول بشكل آمن نشاهد هنا هذا الرسم التمثيلي للمستخدم الذي يقوم باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة والمستخدم الذي لا يستخدم هذه الشبكة الافتراضية الخاصة باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة VPN سيكون المستخدم وطريقة عند استصاله بالإنترنت سيكون وصوله آمن ولن يكون هناك أي تهديدات لهذا المستخدم وللمعلومات الموجودة على هذا الجهاز بدون استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة VBN سيكون الوصول غير آمن لهذه الشبكات ومن الممكن أن يكون هناك تهديدات محتملة لهذا المستخدم دون استخدام الشبكة الافتراضية يمكن للموظف الاتصال بشكل آمن بخوادم المؤسسة من خلال خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة VBN دون أن يقلق بشأن اعتراضات بيانات تسجيل دخوله أو غيرها من البيانات الحساسة عند الاتصال من المنزل أو من أي مكان خارج مبنى هذه المؤسسة الحاسب الذي يعمل بنظام ويندوز يمكنه الاتصال بالشبكة الافتراضية الخاصة VBN للعمل أو للاستخدام الشخصي حيث يوفر الاتصال بواسطة الشبكة الافتراضية الخاصة VBN المزيد من الأمن في الوصول إلى شبكة شركتك والإنترنت في الأماكن العامة أو لشبكات غير الآمنة مثل المطاعم والمطارات نفترض وجود خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة VBN مثبتة سابقا على حاسبك باسم MyVBN Server وتريد الاتصال بها سنقوم الآن بتكوين اتصال افتراضي في جهاز حاسب على نظام ويندوز نقوم أولا بالضغط على علامة ويندوز أو علامة البدء ثم نضغط على Sitting الإعدادات ستظهر لنا هذه الشاشة سنقوم باختيار Network and Internet ظاهرة أمامنا عند الضغط عليها ستظهر لنا هذه الشاشة سنقوم باختيار Add a VBN Connection إضافة أو تكوين شبكة شبكة الافتراضية الخاصة نقوم أولا بالضغط على VBN اختيار شبكة الافتراضية الخاصة ثم نقوم بالضغط على Add a VBN Connection بعد الضغط عليها ستظهر لنا هذه الشاشة التي سنقوم بتعبئة البيانات فيها VPN Provider نقوم باختيار Windows Built-in سنقوم باستخدام خدمة الشبكة الافتراضية المضمنة داخل نظام تشغيل Windows Connection Name سنقوم بكتابة VPN هذا الاسم Server Name or Address سنقوم هنا بكتابة الاسم الذي ذكر سابقا My VPN Server سنقوم هنا باختيار VPN Type أو النوع بشكل أوتوماتيكي أو تلقائي سنقوم هنا باختيار Type of Sign-in Information ما هو نوع بيانات الدخول سنقوم هنا باختيار User Name and Password أي أن المستخدم كي يقوم بالدخول لهذه الشبكة سيحتاج إلى كتابة اسم اليوزر نيم وكذلك كتابة الباسورد أو كلمات المرور في الأخير سنقوم بالضغط على Save وحفظ هذه الشبكة الافتراضية التي قمنا بإضافتها نشاهد هنا عند ظهور هذه الشبكة التي أطلقنا عليها اسم VPN أنه تم إنشاء اتصال بالشبكة الافتراضية الخاصة قمنا الآن بتكوين هذه الشبكة الافتراضية الخاصة سنقوم الآن بتفعيل خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة VPN بعد أن قمنا بتكوين هذه الخدمة سنقوم بالاتصال الآن بها وتفعيل ميزاتها عن طريق سنضغط هنا في شريط التنبيهات بالأسفل على شكل الشبكة الخاص على شكل الشبكة ثم نقوم باختيار VPN التي قمنا بتكوينها سابقا وتحديدها سابقا ثم نقوم بالضغط على Connect الاتصال بهذه الشبكة عند طلب الاتصال بهذه الشبكة ستظهر لنا هذه الشاشة لكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على OK سيظهر لنا هنا للدلالة على أنه تم الاتصال بهذه الشبكة أنه تم الاتصال بهذه الشبكة VPN وأنها Connected أي أنه تم الاتصال بها في نهاية هذا الدرس سؤالي لكم أعزائي الطلاب والطالبات ما هو الهدف من تفعيل خدمة الشبكات الافتراضية الخاصة VPN نقوم بحل تمرينات للدرس الثاني أمن الشبكات والويب في السؤال الأول حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي فقرى الأولى تتضمن وصائط نقل الشبكة الكابلات المزدوجة والمحورية وكابلات الألياف الضوئية ما رأيكم بهذه العبارة؟ تعرفنا في دروس الأولى في الأجزاء الأولى من هذا الدرس على مكونات الشبكة وكان من ضمن مكونات الشبكة وصائط نقل الشبكة هل تحتوي وصائط النقل على كابلات مزدوجة ومحورية وألياف ضوئية؟ نعم الإجابة صحيحة في الفقرة الثانية الموجهات هي المسؤولة عن توجيه حركة البيانات داخل الشبكة المحلية Local Area Network هل هذه الموجهات أو هذه الأجهزة التي كانت من ضمن هيكلية الشبكة هي مسؤولة عن توجيه حركة البيانات داخل الشبكة المحلية؟ الإجابة هنا خاطئة لأن الجهاز الذي كان مسؤول عن توجيه حركة البيانات هو المحولات Switch وليس الموجهات الفقرة الثالثة الهجوم البرمجي العابر للمواقع XSS نوع من الهجمات المبنية على مواقع الويب هل هذا النوع من الهجوم هو نوع من الهجمات المبنية على مواقع الويب؟ كانت الإجابة كما تعلمنا في دروسنا هذه وفي الدروس السابقة في الوحدات الأولى الإجابة صحيحة فقرة الرابعة بروتوكول الإنترنت الآمن IPSEC هو بروتوكول شبكة شائع الاستخدام هل هذا البروتوكول من البروتوكولات شائعة الاستخدام؟ الإجابة صحيحة من البروتوكولات المتشرة حاليا في خدمات الإنترنت اللي هو IPSEC فقرة الخامسة تتوفر جدران الحماية firewalls على شكل برامج أو على شكل عتاد هل جدران الحماية كانت برامج وموجودة أيضا كمكونات مادية على شكل عتاد؟ كما تعلمنا أن جدران الحماية هي عبارة عن برامج فقط وليست مكونات مادية إذن العبارة خاطئة نكمل في الفقرة السادسة تراقب أنظمة كشف التسلل IDS عمليات نقل الملفات هل كانت هذه إحدى وظائف أنظمة كشف التسلل؟ كانت الإجابة صحيحة كما تعلمنا في دروسنا السابقة في الفقرة السابعة بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة SSL هو بروتوكول لتشفير البيانات أثناء نقلها تعرفنا على بروتوكول SSL وعرفنا أن هذا البروتوكول يقوم بتوفير طبقة آمنة لبروتوكول TCB وكان بروتوكول TCB وظيفته نقل البيانات إذن العبارة صحيحة في الفقرة الثامنة يقوم نظام أسماء النطاقات DNS بترجمة عنوين بروتوكول الإنترنت IP إلى أسماء نطاقات يمكن قراءتها هل هذه وظيفة البروتوكول DNS أنه يقوم بترجمة وتحويل عنوين الإنترنت IP إلى أسماء نطاقات يمكن قراءتها للمستخدمين مثل URL؟ نعم كانت هذه وظيفة بروتوكول Domain Name System في الفقرة التاسعة يستخدم برنامج ويرشارك في عمليات التقاط حزم البيانات هل كان برنامج ويرشارك استخدمناه لالتقاط حزم البيانات؟ قمنا بمراقبة هذه الحزم عن طريق التقاطها والبدأ بمراقبتها إذن العبارة صحيحة نقرأ معا السؤال الثاني اذكر أهم فروقات الأمان بين بروتوكول نقل النص التشعبي HTTP وبروتوكول نقل النص التشعبي الآمن HTTPS تعرفنا في دروس السابقة على نوعين من أنواع بروتوكول نقل النص التشعبي HTTP و HTTPS ما الفرق بينهم؟ كان بروتوكول نقل النص التشعبي HTTP هو بروتوكول يستخدم لنقل المحتوى المبني على الويب بين عميل وخادم باستخدام اتصال بواسطة بروتوكول التحكم بالنقل TCP مما يتيح تبادل النصوص والصور وعناصر الوسائط المتعددة الأخرى بينما في المقابل بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن هو إصدار مشفر من نفس هذا البروتوكول يستخدم هذا البروتوكول أمن طبقة النقل وبروتوكول طبقة المنافذ الآمنة TLS SSL بدلا من استخدام بروتوكول التحكم بالنقل TCP ويتم استخدام هذا البروتوكول غالبا في جميع خدمات الانترنت المقدمة حاليا في السؤال الثالث اشرح كيفية استخدام المناطق العازلة DMZS لحماية الشبكات الداخلية من التهديدات الخارجية ذكرنا في دروسنا في هذا الدرس أن أحدى التقنيات المستخدمة لحماية أمن الشبكات هو استخدام المناطق العازلة فما هو المقصود بالمناطق العازلة هي منطقة أو هي جزء من هذه الشبكة يتم عزلها يقع هذا الجزء بين الشبكة الداخلية والشبكة الخارجية غير الموثوق بها مثل الانترنت يتم تصميم هذه المنطقة لتوفير طبقة إضافية من الحماية أي أن أي تهديد سيعزل داخل هذه المنطقة دون إمكانية الولوج إلى المؤسسة الداخلية أو الشبكة الداخلية كما ذكرنا يتم عزل الخدمات التي يجب الوصول إليها عبر الانترنت مثل خوادم الويب أو خوادم البريد الإلكتروني عن الشبكة الداخلية للمؤسسة أي أن خوادم الويب وخوادم البريد الإلكتروني ستوضع في المنطقة العازلة يتم احتواء نطاق أي هجمات أو ثغرات محتملة داخل هذه المنطقة والحد من احتمالات تأثيرها على الشبكة الداخلية في السؤال الرابع نشاهد قيم فعالية الشبكات الافتراضية الخاصة VPN في الحفاظ على خصوصية المستخدم ما رأيكم باستخدام الشبكة الافتراضية للحفاظ على خصوصية المستخدم كما شاهدنا في درسنا اليوم أن الاتصال بهذه الشبكات هو اتصال آمن يمكن المستخدم بالاتصال بشكل آمن بخوادم المؤسسة من خلال استخدام هذه الخدمة خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة VPN دون أن يقلق بشأن اعتراض بيانات تسجيل دخوله أو غيرها من البيانات الحساسة عند الاتصال من المنزل أو من أي مكان آخر خارج هذه المؤسسة إذا كان الموظف سيعمل عن بعد فإن استخدامه لشبكة الافتراضية الخاصة توفر له اتصال آمن دون الخوف على بياناته الحساسة وبيانات الاعتماد الخاصة بدخوله لحسابه على هذه الشركة أو معلومات هذه الشركة في السؤال الخامس وضح كيفية استخدام جدران الحماية وأنظمة كشف التسلل لحماية الشبكات من الهجمات كان لدينا أو تعرفنا خلال الدرس الثاني والدرس الأول أن جدران الحماية وأنظمة كشف التسلل كلاهما يقومان بحماية الشبكة من أي تهديد محتمل فكيف يقوم بذلك؟ نبدأ بجدران الحماية كما ذكرنا في دروسنا هو تطبيق برمجي مضمن يساعد في حماية نظام تشغيل الموجود على جهازك بمراقبة حركة بيانات الشبكة الواردة والصادرة فيسمح لها أو يحضرها بناء على مجموعة من القواعد أيضا أنظمة كشف التسلل هي أحدى التقنيات المستخدمة لحماية الشبكة وهي تقنية أمنية تراقب حركة البيانات في الشبكة بحثا عن أي مؤشرات أو دلائل على وجود نشاط ضار أو اختراق أمني في الشبكة وأجهزتها تقوم هذه الأنظمة بإصدار تنبيهات عند اكتشافها لأي تهديدات محتملة مما يسمح لمسؤولي الشبكة بالاستجابة السريعة والعمل على إيقاف الهجوم أو الحد من تأثيره في السؤال السادس اشرح الفرق بين نظام كشف التسلل المستند إلى الشبكة ويبحث عن الأنماط المشبوهة أو أي مؤشرات للوصول غير المصرح به النوع الآخر المستند إلى المضيف يتم تثبيت هذا النوع على أجهزة مستقلة مثل خوادم أو حاسبات محطة العمل يراقب هذا النظام نشاط النظام المحلي بحثا عن أي مؤشرات للاختراق أو تهديدات محتملة أو وصول غير مصرح به في السؤال السابع قم بالتقاط وتحليل حركة بيانات الشبكة المطلوب هنا استخدام برنامج ويرشارك افتح ويرشارك حدد واجهة الشبكة الخاصة بك وابدأ بالتقاط الحزم أولا سنقوم بفتح برنامج ويرشارك ونحدد الشبكة التي نريد تحليل حركة البيانات بها ونقوم بالضغط على كابتشر تصفح الانترنت لبضع دقائق عن طريق فتح بعض مواقع الويب ومشاهدة مقطع فيديو وما إلى ذلك في الفقرة الثانية فقرة الثالثة توقف عن التقاط الحزم واحفظ البيانات فقرة التي تليها حلل حركة البيانات استخرج بعض المعلومات مثل المصدر IP Port بروتوكول الانترنت المنفذ والوجهة وبروتوكول الانترنت المنفذ ووقت الالتقاط نتذكر معا كيف قمنا بمثل هذه الخطوات أولا قمنا بفتح برنامج ويرشارك والضغط على أنالايز والضغط على كابتشر للبدء بالتقاط هذه الحزمة قمنا باختيار الشبكة التي نريد قيام بتحليل بيانات هذه الشبكة مكننا الوضع المختلط قمنا بالبدء بتحليل هذه البيانات أو التقاط حركة البيانات بعد هذه الفقرة سنقوم بالدخول على الانترنت والقيام بعدة أنشطة عبر الانترنت كي يقوم بتحليل هذه الأنشطة بعد ذلك سنقوم بإيقاف الالتقاط حتى نبدأ بعملية التحليل ثم نشاهد هنا نقوم بتحليل البيانات الظاهرة لنا عندما قمنا بالدخول على الانترنت ونشاهد الوقت وقت التقاط حزمة البيانات المصدر الوجهة البروتوكول المستخدم طول هذه الحزمة والمعلومات الإضافية من خلال لوحة قائمة الحزمة في السؤال الثامن تحليل طلب بروتوكول اقتران العناوين قم بالتقاط صورة جديدة للشبكة المحلية ايثرنت الخاصة بك قم بتصفية نتائج بروتوكول اقتران العناوين بكتابة في شريط التصفية حل للنتائج كم عدد طلبات بروتوكول اقتران العناوين الموجودة وهل يمكنك تحديد عناوين التحكم بالنفاذ للوسط معك للمصدر والوجهة نتذكر معا كيف قمنا بالقيام بعملية الاقتران او طلب بروتوكول اقتران العناوين اولا نقوم بالضغط او بعدما قمنا بظهار تحليل الحزمة نشاهد هنا في لوحة البيانات نشاهد هنا في البداية خانة الفلتر او التصفية نقوم بكتابة ARP للبحث فقط عن البروتوكول ARP بعد كتابة هذا البروتوكول ستظهر لنا فقط الحزم الخاصة بهذا البروتوكول سنقوم بكتابة عدد هذه الحزم او عدد هذه الحزم البيانات المستخدمة لبروتوكول ARP كذلك سنقوم بتوضيح التفاصيل الموجودة بهذه الحزم وقراءتها كما تم قراءتها من خلال الدرس في السؤال التاسع والأخير الكشف عن نشاط غير طبيعي في الشبكة بواسطة برنامج ويرشارك حمل ملف scan result الذي سيمنحه لك معلمك استخدم علامة تبويب export information للعثور على أي مشكلات محتملة أو نشاطات غير اعتيادية في الشبكة ابحث عن أي ملاحظات غير طبيعية حاول تحديد سببها وهل توجد إشارة على وجود تهديد أمني محتمل نتذكر معا كيف قمنا باستخدام خيار معلومات الخبير بالضغط من قائمة analyze بالضغط من قائمة analyze نقوم باختيار expert information وتظهر لنا هذه الشاشة التي توضح لنا جميع المشكلات المحتملة نقوم بتطبيقها للإجابة على السؤال التاسع في درس اليوم تعلمنا على الاتصال بخدمة الشبكة الافتراضية الخاصة من نظام تشغيل ويندوز الخاص بك تفعيل خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم